أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات العمل الخاصة بالعمالة المنزلية وعلى أهم الشحف لفتتاح المركز الجديد لخدمة المواطن في مقر شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية شدد الجراح على أهمية تحقيق منظومة خدمية متكاملة تمكن المواطنة من إهناء كافة المعاملات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية تحت صقف واحد نتعاون مع شركة الدرة نسهلهم الأمور لتصدير الفيز وإن شاء الله على بركة الله الأخوان متعاونين مع الداخلية وإحنا متعاونين معهم إن شاء الله بالإصدار ونسهل أمور المواطنين جميعا إن شاء الله مراكز الخدمة نتشرب الكويت وإن شاء الله أكثر من أفرع المطاعم لدينا أكثر من 50 مركز خدمة إن شاء الله لخدمة المواطنين طبعاً غير خدمة الجنسية والجوازات والله إحنا كلنا في دولة الكويت إن شاء الله ما فيه أي اختلاف بيننا الشؤون الداخلية كلنا يد واحدة متعاونين إن شاء الله